اشتركوا في القناة وارتداء الكمامات في كل الأوقات والأماكن فننشد من الجميع التعاون ودعم الجهود الوطنية المبدولة في سبيل الحد من اتشار الفيروس وحفظ سلامة الجميع في مملكة البحرين برغم الإقبال الكبير على أخذ التطعيم في مملكة البحرين وسجلنا نسبة عالية على مستوى العالم فلاحظنا في هذه الفترة الأخيرة هي زيادة في عدد الحالات وإنما هذا يدل على أن هناك تهاون من البعض وتراخي بين البعض في الاتزام بالإجراءات الاحترازية فجميع الخطط الاستباقية والتي بدأناها من شهر فبراير مستمرة في مواجهة الفيروس ولكننا بحاجة إلى دعم الجميع دعم كل الشخص مننا وتحمل مسؤوليته في اتباع الإجراءات الاحترازية ونحتاج لوعي الجميع بخطورة الفيروس فالفيروس موجود، الخطر موجود ويجب أن نستمر في اتباع هذه الإجراءات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر